أعلنت المتحدثة باسم الحكومة النجيرية عن ارتفاع حصيلة الهجمات في ولاة زنفار شمال غرب البلاد إلى مئتي قتلا على الأقل خلال الأسبوع الماضي ونقل عن المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الإنسانية قولها أن مقتل مئتي شخص بسبب هجوم قطاع الطرق فاجعة وأضافت الوزيرة في بيانة نشعر بالقلق أيضا إزاء النازحين الذين يفرون بالمئات من مجتمعاتهم ونحو عشرة آلاف من الضحايا باتوا مشردين بعدما سويت منازلهم بالأرض على أيدي قطاع الطرق فيما العشرات لا يزالون مخفقودين واقتحم المسلحون عدة مناطق وقرى خلال الأيام الماضية ولتزال مناطق في وسط وشمال غرب نيجيريا تشهد منذ سنوات شباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية سيطرة على أراضي وأصبحت بعض المجموعات عصابات إجرامية يطلق عليها اسم قطاع الطرق يقوم أفرادها بعمليات قتل ونهب وخطف